طيب عبد الرحمن النظام يعني بملامح اللي ذكرها الدكتور هل ترى انه راح ان شاء الله يسهم في ضبط ممارسات الخاطئة اكيد طبعا بس انا اللي اتمنى الان استاذ خالد انه موضوع انه موضوع القتل والقصاص والاخبطة اللي صايرة الان انه يتتولى انه تتولىها امارات المناطق من الان لانه كثير من المشاريع وحنا نعرف الان ممكن تطول مثلا في مجلس الوزراء ممكن يصير عليها مثلا بعض التعديلات وترجع المجلس الشورى فتطول المسألة اتمنى من الان ان امارات المناطق تتولى هذا الامر من خلال لجان خاصة خلاص من الان انه ما فيه شيء اسمه وسطى دم فيه لجان خاصة تابع لامارات المناطق وانتهى الموضوع اذا بدأنا في هذا الامر من الان وتم تطبيقه وانا ادعو من خلال هذا البرنامج ان امارات المناطق الان تتولى هذا الموضوع خلاص ما عاد فيه لا مخيمات ولا عاد فيه تجمعات قبلية ولا عاد فيه دعايات عن طريق السوشال ميديا وغيره ولا فيه أي أحد يتدخل الإمارة التي تتولى الموضوع من خلال لجان تقوم بعملية الصلح وعملية توافق وجاة النظر أنا أتوقع إذا بدأنا في هذا الأمر فإحنا الآن مشينا على طريق صحيح الآن المشروع جيد لكن عاد إن شاء الله نحتري بس أو ننتظر إلى أن يتم الموافقة عليه وإن شاء الله يعني أنه نتائج جيدة لكن أنا اللي أخاف منه أنه ما يجري تحت الطاولة لأنه تعرف هذول كثير من الناس يجي يقولك أوكي هذا النظام لكن يجيون نجتمعون في بيت واحد في بالخفية يتفقون ومثلا يعطون مثلا مبلغ في الظاهر بينما في مبلغ في الخفا مبلغ متفق عليه هذا صار مثل تعاقدات لعبين المحترفين عندنا في الدور السعودي ممكن ممكن تصير يعني لأنه تعرف الآن في ناس مستفيدين وهذا وهذا موجود إحنا الآن وهذا اللي قاعدين نشهده الآن إنه سماء سرط الدم هذول مستفيدين صار كأنه قاعد يبيع عقار كل ما ارتفع المبلغ زادت النسبة حتى في العقار 2.5 لكن في أمور الدم يمكن تصل إلى 10% يمكن أوكثر